بعد أن تجاوزت خسائر جائحة كورونا 22 تريليون دولار بالاقتصاد العالمي جاءت أزمة أوكرانيا التي أثرت على مركز قوة الاقتصاد بل يرى الخبراء أن الحكومات لم تستطع إدرك الأزمة واحتواءها كما فعلت مع الوباء حالة من عدم التجانس تشهدها معظم اقتصادة العالم أظهرتها جليا أزمة أوكرانيا نتيجة عدم القدرة على تلبية متطلبة الحياة الأساسية قطاقة والغذاء ما أدى إلى زعزعة البنية الهيكلية لهذه الاقتصادات حتى باتت إعادة هيكلتها أمرا حتميا وفي أوروبا أظهرت سيطرة النفط والغاز والسلع الغذائية الأساسية على اقتصاد القارة العجوز حاجتها الكبيرة لروسيا في حين لم تتعرض الولايات المتحدة لذلك باعتبارها دولة مكتفية ذاتيا فضلا عن أن وضعها الجغرافي يحصنها من التغيير الهيكلي الذي فرد حاليا على الاقتصاد العالمي هذا الواقع الذي يشهده العالم انعكس على أسواق المال وأسعار صرف العملات التي أصبحت خارج التوقعات الاقتصادية التقليدية لنشهد مؤخرا تعادل اليورو مع الدولار لكن الاختلاف جاء في معالجة ذلك فالولايات المتحدة رفعت أسعار الفائدة أربع مرات في حين أن الاتحاد الأوروبي رفعها مرة واحدة رغم أن الفائدة كانت سلبية